موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ رئيس جمهورية المجر بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق وزير الخارجية وشؤون المغتربين يتسلم أوراق اعتماد سفير أنجولا ورئيس بعثة اللجنة الدولية لصليب الأحمر لدى بلادنا موسيقى ميليشيا الحوث الإرهابية تستهدف مواقع للجيش شمال وغرب مدينة تعز وقوات الحزام الأمني تتصدى لهجوم حوثي في جبهة يافع موسيقى موسيقى من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم لنشرة الرئيسية من قناة عدن الفضائية بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور تاماس سوليوك رئيس جمهورية المجر بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس توماس سوليوك بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية المجر التقدم والازدهر وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنما في مختلف المجالات عقدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيث رئيس الهيئة اجتماعا مرئيا بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المقلافي وسخر الوجيه وجميل علي رجا والقاضي أكرم العامري سعرضت رئاسة الهيئة خلال الاجتماع نتائج اجتماعات اللجان الدائمة التخصصية حيث أنهت اللجنة الاجتماعية والاقتصادية ولجنة المصالحة والعدالة الانتقالية اجتماعاتها الأولى في مقر الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن وخرجت بجملة من المواضيع التي يجري العمل عليها ومتابعة تنفيذها بتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما تابعت رئاسة الهيئة خلال اجتماعها ترتيبات الجارية لعقد الاجتماعات الحضورية لبقية اللجان في عدن وهي اللجنة السياسية ولجنة الإعلام والفكر والثقافة ولجنة الحقوق والحريات في إطار استكمال برامجها وخططها والتي وضعتها الهيئة العامة في دورتها الثانية يونيو عشرين أربعة وعشرين ميلادية وبحثت رئاسة الهيئة المسجدات السياسية والاقتصادية في البلاد ناسيما جهود السلام والحالة الاقتصادية التي يمر بها الشعبون والتي تستدعم معالجات جادة وعاجلة ودعم استثنائي من الأشقاء في التحالف العربي وكذا مستجدات الأوضاع في محافظة حضر موت والجهود المبذولة هناك للتهديئة والحل وأذانت رئاسة الهيئة في اجتماعها العمليات الإرهابية الآثمة في محافظة أبيان التي استهدفت أبطال قواتنا المسلحة من اللواء الثالث دعم وإسناد والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى مؤكدة على ضرورة إيلاء جهود مكافحة الإرهاب أهمية خاصة من قبل جميع الأطراف لاسيما الدول الشقيقة والصديقة كما أدانت رئاسة الهيئة السمرار ميليشيا الحوث الإرهابية في حملاتها القمعية ضد المواطنين رجالا ونساء في محافظة البيضاء وأعدد من المحافظات الأخرى والاعتقالات والاختطافات التي طالت الموظفين والعاملين في المنظمات الدولية والنشطين مشيرة إلى أن هذه الاتهامات الملفقة والإجراءات غير القانونية ليست إلا تأكيد جديد على رفض الحوثي للسلام وندتت رئاسة الهيئة السمرار ميليشيا الحوثي في الاستيلاء على منازل وأموال وممتلكات المواطنين وإصدار أحكام بالإعدامات ونشر وتلفيق الاتهامات للقيادات الوطنية وقيادة الأحزاب السياسية رجالا ونساء بما في ذلك عملية إجبار المعتقلين من الموظفين السابقين في سفارة الأمريكية من المواطنين اليمنيين بالإدلاء بها واتهام عدد من أبرز القيادات الوطنية السياسية وقيادة الأحزاب بالعمالة ومشددة بأن هذه الأعمال مدانة ولن تنطلع على شعبنا ودعت رئاسة الهيئة خلال اجتماعها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخاصة الدول الرائعة للسلام في اليمن ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها داعش والقاعدة وميليشيا الحوثي واتخاذ إجراءات جادة يأتي في طليعتها إطلاق المعتقلين والأسرى والمخفيين وفي ختام الاجتماع قرت رئاسة الهيئة عرف عدد من التوصيات والمقترحات المكتوبة لمجلس القيادة الرئاسي حول عدد من الملفات والقضايا تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني بالعاصمة المؤقتة عدد نسخة من أوراق اعتماد نيلسون مانويل سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية أنجولا صديقة لدى بلادنا ورحب وزير الخارجية بالسفير نيلسون مانويل متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه ومؤكدا تقديم كافة تسهيلات للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبين الصديقين نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات من جانبه أكد سفير الأنجولي موقف بلاده الثابت الدعم للحكومة اليمنية معبرا عن تطلعه لبدل المزيد من التعاون من أجل تطوير العلاقات بين البلدين حضر مراسم التسليم مستشار وزير الخارجية شل شؤون الديوان العام السفير جمال عوض ناصر ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السفير عبدالله برمان تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني بالعاصمة المؤقتة عدن أوراق اعتماد يورغ مونتاني رئيسا لبعثة اللجنة الدولية للصالب الأحمر لدى بلادنا وخلال اللقاء سأرض وزير الخارجية آخر مسجدات الوضع الإنساني في بلادنا وجوانب الدعم المطلوب من قبل المنظمات الدولية للإسهام في التخفيف من الأزمة الإنسانية لا سيما في القطاع الصحي مثمنا الدور الذي تقوم به اللجنة في مجال العمل الإنساني في اليمن مؤكدا دعم الحكومة لجهود اللجنة الدولية للصالب الأحمر للقيم بمهامها وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات من جانبه أكد رئيس بعتة الاتصالب الأحمر الحرص على تعزيز العمل بكل جهد للإسهام في معاواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن حضر اللقاء مستشار وزارة أو وزير الخارجية لشؤون الدوان العام السفير جمال عوض ومدير دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير متن العامري بحث وزير الخارجية وجون المغتربين الدكتور شايع محسنة زنداني بالعاصمة المؤقتة عدن مع السفير الأثيوبي غير المقيم لدى بلادنا فيصل إبراهيم عددا من الموضوعات التي تسهم في تطوير العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وإشار وزير الخارجية بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين مؤكدا على أهمية تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصارح البلدين والشعبين الصديقين من جانبه عبر السفير الأثيوبي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات إلى آفاق أوسع عقدا بالعاصمة المؤقتة عدن الشماعا تنسيقيا لعدد من القطاعات الحكومية المعنية بملف الهجرة برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح لمناقشة قضايا الهجرة الدولية وآثرها على الأمن الصحي والقومي وآلية تنسيق المشترك ووضع التحديات والفجوات والتوصيات والحلول وسعرض الاجتماع عددا من المحاول منها صحة الحدود ونقاط العبور للمهاجرين والتحديات والحلول وآثار الهجرة على الوضع الصحي وتحديد الأدوار المناطة بالقطاعات وتدخلاته الممكنة في حل كافة الإشكاليات وتبني الاجتماع عددا من التوصيات المعززة للعمل المشترك بين القطاعات المتعددة وتفعيل الدور المناط باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والهجرة دعوزير الصحة إلى العمل على بناء خطة وطنية قطاعية لمعالجة مجمل القضايا الناجمة عن الهجرة الغير الشرعية منبها إلى خطورة ذلك على الوضع الصحي ومخاطر ناقل عدد من الأمراض والوبائيات المهددة للصحة العامة من جانبه سارض مدير عام الإدارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية الدكتور جمال المنسى الوضع الراهن للمهاجرين غير الشرعيين وجملة المشكلات التي تواجه البلاد نتيجة ذلك وتأثيرات هذه الهجرة على الوضع الصحي في البلاد ترأس وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد عيضة شبيبة بالعاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد العالي للتوجيه والإرشاد واطلع المجلس خلال الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع الإرشاد الدكتور عبد الناصر الخطري على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها ملف الشهادات الصادرة من المؤسسات والمدارس الشرعية والثنوية التكملية واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات وسعرض الاجتماع اختصاصات وصلاحية مجلس إدارة المعهد وسمع إلى تقرير مفصل من عضو المجلس عميد المعهد الشيخ كمال با هرمز عن سير عمل المعهد وجوانب التطوير التي شهدها خلال الفترة الماضية كما نقش المجلس جهود الوزارة في تجديد بروتوكولات التعاون مع الأزهر الشريف وغيره من المؤسسات التعليمية المماثلة وأقر فتح المعهد للعام الجديد ونتائج طلاب المستوى الرابع وجوانب توصيف المنهج التعليمي والكادر الإداري والأكاديمي وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد تعميما مهما لخطباء المساجد طالبتهم من خلاله بتوحيد خطبة الجمعة القادمة وطالب وزير الأوقاف والإرشاد في التعميم الموجه طالب خطباء المساجد بإدانة الهجوم الآثم على قوات الجيش الوطني في موديا وتأكيد على حرمة الدماء المعصومة وفيما يلي نص التعميم الإخوة مدير عموم مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات المحترمون الإخوة خطباء المساجد والدعاء والمرشدون المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع إدانة الهجوم الآثم على قوات الجيش في موديا والتأكيد على حرمة الدماء المعصومة بالإشارة إلى الموضوع أعلى وعطفا على تعاميم سابقة تحث على الدعوة إلى الإعلام من قيمة الحياة والتأكيد على حرمة الدماء المعصومة وتعليقا على الهجوم الدموي الآثم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مديرية موديا بمحافظة أبيان مستهدفا ثكنة عسكرية ما أسفر عن استشهاد وجرح العديد من جنودنا البواسل فإنه يجدر بين التحذير في خطب الجمعة وعبر منابر التوجيه والإرشاد من مغبة المضي في طريق الضلال والعنف وسباحة الدماء المعصومة كون ذلك من كبائر الذنوب والإرساد في الأرض ومن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده إذ يقول الله عز وجل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال يجب عليه من القتل مثل لو أنه قتل الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وقد روى ابن ماجا من حديث البرام رفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزوال أو لزوال الدنيا أهوا عند الله من قتل مؤمن بغير حق كما يجدر التنويه إلى ضرورة الاستفاف مع مؤسسات الدولة لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن وإقامة العدل واحترام الحقوق وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي سلامة الإنسان الجسدية والمعنوية ورفض المساس بكرامته لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم الرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء للجرحة وحسبنا الله ونعم الوكيل تفقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني رئيس المجلس الأعلى لسندوق تنمية المهارات الأسادة الدكتور خالد الوصابي سير العمل في مقر الإدارة العامة للسندوق في العاصمة المؤقتة عدن واطلع على الخطط التطويرية والبرامج التدريبية للعام 20-24 ميلادية وترأس الوزير الوصابي اجتماعا موسعا لمناقشة الإنجازات التي حققها السندوق في الفترة الماضية والتحديات التي تعيق تنفيذ بعض البرامج مؤكدا أهمية إيجاد حلول فاعلة لتحديات المالية والإدارية التي تواجه السندوق مشددا على ضرورة تفعيل التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان سمرار السندوق في تحقيق أهدافه وتنفيذ مشاريعه بكفاءة فيما استعرض رئيس مجلس إدارة السندوق عصام قاسم خطة عمل السندوق وسبل تفعيل عدد من الأقسام الحيوية بما يسهم في تحقيق أهداف السندوق وتنمية مهارات الشباب مؤكدا حرص السندوق في تعزيز دوره الوطني من خلال توسيع نشاطه في عموم المحافظات ووضع خطة البرنامج التدريبي للعام الحالي باستهداف خمسة آلاف شاب وشاب في سبع محافظات ناقش وزير الزراع والري وثروة السمكية اللواء سالم السقطر بالعاصمة المؤقتة عدم مع مدير الجهاز التنفيذي لتسريع السعاب تعهدات المانحين الدكتور أفراح الزوبة المشاريع المتعلقة بتطوير وتحسين الأداء في قطاع الزراعة والأسماك وتطرق اللقاء إلى مشروع الاسترزاع أو الاستزراع السمكي والمشاريع الخاصة بتطوير البنية المؤسسية في الوزارة والمكاتب والهئات التابعة لها بالإضافة إلى الخطة التي أعدها المختصون من قبل الوزارة وخبراء الجهاز التنفيذي وما تضمنته من أولويات أساسية متعلقة بالبناء المؤسسي وتأهيل الكوادر في الوزارة وفي تخصصات همة وسعرض الوزير السقطري الإنجازات التي تحققت سواء في مجال توفير خدمة البنية التحتية أو المشاريع المنجزة أو الجاري تنفيذها في القطاعين الزراعي والسمكي تحديدا بدء العمل بتأهيل ميناء الاستيار السمكي ومشاريع مراكز الإنزال السمكي في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن وإنشاء مراكز وطنية للبن والعسل والأصول الوراثية وإعداد دراسات بمناطق الاستزراع السمكي ترأس وزير الزراع ورأي والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اجتماع لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية بحضور جميع ممثلي اللجنة ونقش الاشتماع جملة من القضايا المتعلقة بتسجيل واعتماد مبيدات الآفات النباتية وتحديث القوائم الحالية بهدف تنظيم عمليات استراد دخول وتداول المبيدات في بلادنا وفي الاجتماع الذي شارك فيه ممثل واللجنة والتي تضم مختصين من هيئات البيئة والأدوية والبحوث الزراعية وكلية ناصر العلوم الزراعية والجهة ذات العلاقة والقطاع الخاص شدد الوزير السقطري على ضرورة اطلاع اللجنة بمهامها بكل مسؤولية خصوصا في ظل المشاكل الناجمة عن استخدام بعض أصناف المبيدات مؤكدا على أهمية التعاون وتنسيق بين الوزارة والأجهزة الأمنية لما من شأنه تنظيم دخول المبيدات وضبط المخالفين وإحانتهم للجهات المختصة في الدولة كما شدد على منع دخول أي مبيدات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لبلادنا إلا بعد حصولها على الوثائق والتصاريح الرسمية الصادرة من الجهات المعنية بالوزارة والتي يتم عبرها السماح بدخول المبيدات أشار الوزير السقطري إلى ضرورة التزام الموردين المحليين باللوائح والأنظمة الوطنية عند قيامهم بسراد المبيدات والالتزام بشروط مطابقتها للمواصفات والمقاييس كما ناقش الاجتماع عارية تشكيل لجنة من المختصين في الوزارة ومراكزها البحثية والجهات ذات العلاقة بهدف تحديث وتسجيل وأعداد وإعداد قائمة بمبيدات الآفات النباتية المسموح بدخولها البلاد ورفعها لقيادة الوزارة لاعتمادها وإصدار قرار بها وذلك بعد تجربتها واختبار نسبة سميتها معنية معمليا عبر اختبارات وتحاليل معملية تعتمدها اللجنة مسبقا لفحص تلك المبيدات التقى سفير بلادنا لدى مملكة البحرين دكتور علي حسن الأحمدي وكيل وزارة الخارجية البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل الخليفة وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشعاء الشقيقين في مختلف المجالات وجدد وكيل وزارة الخارجية البحريني دعمه ومساندة مملكة البحرين للشعب اليمني وشرعيته الدستورية استهدفت ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بقذائف المدفعية مواقع الجيش شمال وغرب مدينة تعز وأفد مصدر عسكري أن ميليشيا الحوث الإرهابية استهدفت بقذائف المدفعية مواقع الجيش الوطني في جبهات الدفاع الجوي وموقع الصياحي مشيرا إلى أن مدفعية الجيش ردت على مصادر النيران أعلنت قوات الحزام الأمني تصديها لهجوم حوثي في جبهة يافع وأقلت قوات الحزام الأمني أن ميليشيا الحوثي هاجمت نقطة تابعة لها مستخدمة في هجومها الطيران المسير دون مراعاة لحاركة مرور المركبات المدنية في النقطة التي تمثل منفذ عبور للمواطنين ما بين يافع ومحافظة البيضاء مؤكدة تمكنها من استهداف مواقع ومصادر نيران ميليشيا الحوثي الإرهابية وإخمادها وأوضحت القوات أن استهداف في ميليشيا الحوثي لنقطة جاء عقب تكبدها خسائر كبيرة في المواجهات الميدانية ما دفعها إلى اللجوء إلى استخدام الطيران المسير في محاولة يائسة لتغيير مجريات الأحداث وتعويض خسائرها في الجبهة اقتاحما مسلحون قبليون عددا من المواقع التهبعة الميليشيا الحوثي الإرهابية بما في ذلك مجمع أمني تستخدمه الميليشيا كسجن ونقطة تفتيش جاء هذا تصعيد القبلي في أعقاب اشتباكات المسلحة اندلعت بين ميليشيا الحوثي الإرهابية ومسلحين من قبائل دوزيد لمديرية برط المراشي وأفادت مصادر محلية حدوث للشباكات بعد مقتل المواطن درهم حمود طالع مطوان برصاص القيادة الحوثية المدعو أبو مرتضى المنصوري والذي ينتحر صفة مدير أمن المديرية وأثرت حديثة مقتل المواطن غضب أبناء القبائل وأدت إلى هجومهم على مواقع متعددة للميليشيا الحوثية واستهدف أبناء القبائل مجمع زمعان الأمنية الذي تستخدمه لميليشيا كسجن ونقطة تفتيش وتأتي هذه المواقف الغاضبة للقبائل في السياق الرفض المستمر لتواجد ميليشيا الحوثي في أراضيها وممارساتها الإجرامية في المنطقة أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على إجراء تغيير جديد في مسميات المباني والمؤسسات التعليمية في العاصمة المختطفة الصنعان حيث قامت بتغيير اسم مدرسة أو مدرسة حكومية في إطار سعيها المتواصل لفرض هوية طائفية متطرفة وفق لمصادر متطلعة فقد قامت ميليشيا الحوثي بتبديل اسم مدرسة صلاح الدين الأيوبية الحكومية واقعة في مديرية معين بالعاصمة المختطفة الصنعاء إلى اسم الحورى وهو اسم يحمل دلالات طائفية وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف الرموز القومية اليمنية والهوية العربية حيث تسعى إلى تمس هذه الهوية وتعزيز الرموز السلالية وتكريس الهوية الإيرانية ويشير المصدر إلى أن هذه التحركات تعكس محاولة حثيثة لتغيير البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع اليمني بما يتماشى مع الأيدلوجية الحوثية اعتدى نافذ الحوثي على مدير مرفق صحي بمحافظة تعز بعد اكتحامه للمركز الصحي وقال سكان محليون إن نافذا في ميليشيا الحوثي اكتحم المركز الصحي بمنطقة الريس بمديرية شرعب السلام لمحافظة تعز واعتدى على مدير المركز والممارسين الصحيين وعدد من الأهالي الذين حاولوا منع عملية الاكتحام وأضاف الأهالي أن النافذ الحوثي المدعو حمود عبد الواحد هاجم المركز سعيا لتعيين مدير جديد للمركز الصحي ونشر ناشطون مقاطع فيديو أو مقطع فيديو يوثق عملية الاكتحام ومحاولة الاعتداء على مدير المركز الصحي في مشهد قوبل برفض وسهجان واسع لدى أبناء المنطقة أقامت ميليش الحوثي الإرهابية ندوات عبر الإنترنت بين طلاب الجامعات اليمنية مع منظمة شعية طلابية باكستانية في إطار تخادم القوى المرتبطة بالنظام الإيراني ضمن مخطط التمدد الشعي في المنطقة وقالت مصادر أكاديمية إن ميليش الحوثي أقامت ندوات طلابية في الجامعات الحكومية الخاضعة لها ورشبكت الإنترنت وأضافت المصادر مشاركة منظمات طلابية والشبابية شعية من إيران والعراق ولبنان وسوريا وباكستان في الندوة التي تعد الأولى عبر الإنترنت للطلاب اليمنيين وسط تخوفات من استهداف الشباب في اليمن وأكدت المصادر أن الندوة الشعية تم إدارتها على قناة الفيسبوك واليوتيوب من قبل ما تسمى منظمة طلاب الإمامية الباكستانية وما يسمى ملتقى الطالب الجامعي الحوثي في الجامعات اليمنية وبحسب المصادر فإن ميليش الحوثي قامت بإدخال العشرات من شيعة باكستان مؤخرا إلى بلادنا وسط أنباء عن مشاركة بعضهم في جبهات القتال الحوثية الآن إلى حالة التقط ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم النشر مشاهدين العزاء ولمن فتتوا التفاصيل عودة للتذكير بأبرز وأهم العنوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي وهم رئيس جمهورية المجر بمناسبة العيد الوطني لبلده الصديق وزير الخارجية وشؤون المغتربين يتسلم أوراق اعتماد سفير أنقولا ورئيس بعثة اللجنة الدورية للصليب الأحمر لدى بلادنا ميليشيا الحوث الإرهابية تسهدف مواقع للجيش شمال وغرب مدينة تعز وقوات الحزام الأمني تتصدى لهجوم حوثي في جبهة يافع بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأخبار الرئيسية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائي أزكا تحية من طاقم العمل للمزيد دورونا على مواقع التواصل الاجتماعي أنتم ونحن في رعاية الله شكرا